اغلقت العربية والعربي الحدث مكتبه ببيروت وسرحت 27 موظف من العاملين فيها وبررت القناة الخطوة لعملتها بانه هي اجت حرصا على سلامة العاملين بالمكتب واكدت ادارتها بدبي انه القرار صدر باطار اعادة هيكلة هيكلية فرضتها الظروف الراهنة على الارض اضافة للقلق على سلامة الموظفين يلي رح تمنحهم كل حقوق حسب ما قالت هيدا هو تبرير القناة اما بمعلومات تسربت لبعض وسائل الاعلام فقالت انه الاقفال تم بعد ما اجرت قناة العربية تحقيق داخلي بيتعلق باقدام الزميل عدنان غملوش على بث خبر نشرته جريدة السفير عن صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ايام ضمن تقريره على قناة العربية واضافت المعلومات انه بعد بث التقرير اتخذ قرار فوري باقاف البريد الالكتروني الخاص بغملوش على عنوان العربية تمهيدا لصرفه بعد توصل التحقيق الداخلي وبحسب المعلومات المسربة لنشرت ايضا ببعض وسائل الاعلام عن اكتشاف واقع انه الاكثري من العاملين بمكتب بيروت ضمن العربية والعربية الحدث بدوروا بفلك حزب الله والاحزاب المناصرة لالو فعمدت الادارة فورا الى الغاء البريد الالكتروني الخاص لهؤلاء على عنوان العربية الالكتروني قبل ما تبلغهم بقرار اقفال مكتب بيروت وصرفهم من العمل وزير الاعلام رمزي جريج استبعد انه تكون اسباب الاقفال امنية لانه هناك مؤسسات اجنبية ما زالت موجودة بلبنان والوضع الامني مستقر نسبيا وقال انه توتر العلاقات مع دول الخليج هو اللي ممكن انه يكون وراء اقفال مكاتب العربية اما الحقيقة بتصور انه فينا نعرفها من مصدره اقل من الطرف المتضرر من هالقرار مع عدنان غاملوش مساء الخير عدنان مساء النور سيستاني يعني الخبر اذا بدك نزل مثل وقع الصدمة على اكتار الخبر مش باقفال مكاتب العربية لانه كان في ناس اخدت بعين الاعتبار انه هالسجال او الاخد والرد والتجازبات بين لبنان والدول الخليجية والقرارات اللي عم تتاخد انه ممكن توصل بسحب مؤسسات بتوقيف يعني بلشت على كذا تليفزيون وكذا قضية انه تصير ولكن الخبرية اللي صارت هي الطريقة اللي انتو عم بتقولوا انه تم فيها اقفال مكتب العربي وهل صحيح انه معظم الموظفين في هذه القناة بمكتب بيروت هني بين هللين تم توظيفهم باعاز من حزب الله لخلق هذا ما قيله هذا ما يقال وخصوصا انه بالفترة الاخيرة صار يبث بعض المعلومات كنتنا عم نستغرب كلنا انه هيك خبر كيف بده يبث على قناة معروفة بمعارضتها لحزب الله كمان في حكاية حسن يعني هذا التجميل لصورة حزب الله ولصورة السيد حسن نصر الله اللي اعتبروا يعني اعتبروا انه يعني الرمز وانجازات وهيدا طبعا مش موقفهم يعني هني موقفهم ورأيهم غير هيدا الرأي يعني وقامت الايام بالسعودية والرأي العام السعودي عن هالموضوع كل هذه الامور خلت الناس تصدق انه بالفعل في ضمن فريق العربية فريق تابع لحزب الله بيناتهم عندنا نغموش طيب بالبداية بشكرك السيد ستوني على استدافتي بشكرك انك لبات الدعوة صحيح انا بالبداية ماكن بدي اطلع على اي وسيلة عالمية بعد صدور الخبر وشيوعه رفضت انه اطلع وصرح باي تلفزيون كخبر والبعض يمكن نسب لأيلي بعض الشغلات هي كانت درداش ما بعض الزملاء اللي حضروا على المكتب العربية اثر شيوع الخبر وقلتنوا انه كل ما في الامر انه بلغونا وجينا على المكتب المحامي وقع على صرفنا وقعنا بالأحرى على صرفنا امام محامي الشركة امام مدير الاتشار عنا وامام مدير مكتب بيروت الزمين زهر منصور هذا اللي حصل اذا بدك هذا اللي حكيته هو يعني ما بلغنا به هلا بدأت الاقلام انت بتاعف بلبنان يعني على طريقة النقل كيف تلميز بنقوله عن بعض صار ينقوله المواقع عن بعضهم البعض وهذه الفوضى الاعلامية اللي صارت معروفة انا جيت لهون كسرت هذا القرار بعدم الزهور على وسائل الاعلام لقيت ثلاث اسباب صار بالأول الامر الشخصي اللي طالني انا المعلومات المغلوطة اللي طالتني اللي هي انه انا كشفت العاملين في قناة العربية وانه معظمهم منتمين لحزب الله هذا الموضوع يجاب في الحقيقة تماما والا جايك الحديث احتيت ساجع بس هو كمان سربوا خبر انه في احد الموظفين لما بلغوا ارار صرفه صرفه قال له انفدى اجر السيد هذا زميل مصور نعم بانه يعبر عن رأيه انا انا ازبادك رأيي الشخصي انا ضد هذا الكلام بتاتا وبالتالي هو ربما عمل ردة فعل انه صار بالطريق صار بالشارع عنده ثلاث ولاد هو بالمناسب هو مش منظم ابدا على الاطلاق هو مصور هو مؤيد من انبيئة حزب الله هو من الهرمل والزميل كتير ادم على فكرة تبه كان مسلكيت وراهي فيكن تسأل المدينة بس هو اعمل ردة فعل خاطئة وانا لمت على هذا الموضوع بالنهاية هذا رأيه يعبر عنه يصرف له حرب يتحمل مسؤولية كلامه لكن هذا لا يعبر عن رأيه الجميع اضافة لذلك ليس فقط كامل عبدين اللي هو اللي حكي هالكلمة هو من بيئة حزب الله او مؤيد زبدك لحزب الله مكتب العربية فيه تنويع طائفية رهيبة وهذا شغل منيحة والسعودي على فكرة السعوديين انا بيعجبوني بالشغلة عفوا تلكوا المجال لكل طوائف تشتري نعم بس بين هلالين هدا كان بدي اسألك عندما كان يتم توظيفكم او توظيف الزملاء كانوا يسألوا عن انتماءاتهم السياسية ابدا ابدا بطلب الانتساب على الاطلاق مكتب بيروت فيه مؤيد لحزب الله هن اتنان ثلاثة فيه مؤيد القوات اللبنانية فيه مؤيد الطيار المستقبل فيه مؤيد الحزب التقدم الاشتراكي لكن للجميع كان يوضع هيدا الثوب السياسي اللي كانوا لابسينه خارج المكتب خارج المكتب ويدخلوا على المكتب صحفيين بقناة العربية حقيقة لبل انا بدي زيد اكتر كامل بالذات اللي قال في دا اجر السيد وانا برجع بأكد انه غلط بهالكلمة مع احترامي لرأيه طبعا هذا رأيه كان يسهل دخول فريق العربية لبعض المناطق بالبقع لانه عنده علاقات مع حزب الله وعنده علاقات مع ناس بحزب الله مش هو ناس مؤيدين فكان يسهل الدخول فريق على فكرة ويحكي مع ناس بالقلب الهرمل او العلبك كان بالعكس يخدمنا اذا بدك وهي دا مصلحة اي قناة انه يكون عندك روابط او علاقات مع حزاب سياسية بتاع في الاعلام لبنان صار مفروز وصار كل منطبك تحسب مليون حساب المتروح نعم كان نحنا او غيرنا هيدا بالنسبة للزميننا لنصور كامل عبدين اما بالنسبة انه في صرف جماعي صار مش انه انطرد واحد صار في صرف جماعي 30 عائلة صاروا بالشارع وانا رغم انه بقدر العربية بقدر ادارتها احترمونا عملونا احلى معاملة على فكرة اداريا وماليا وما في حدا يحكي عنهم ولا كلمة ولا حرف بهذا الاطار كانوا جدا بروفيشنال معنا لبل ان زمناء اخرين حتى بقرار الصار لا هذا جاي هذا يعني لانه المعلومات اللي وصلت انه طريقة هذا موضوع تاني جايله صار لي 20 سنة انا باعتبر انه قناة العربية فعلا بيتي انا قضيت ايام ما في اجمل منا بقناة العربية تعاملوا معنا بكل احترام لكن لكن قرار الصرف اجا مثل واحد يعني حبك 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 اخر شيء او حب واحد وقال لا انت طالق هيك بكل بساطة بشو السبب خلاص طلقتك هلا في اسباب يحكي فيها هلا انا اللي بدي اقوله انه هادا الصرف الجماعي هادا القرار اللي ما اخد بعين لاعتبار مصالحنا جميعا انا شخصيا مثلا ما بدي اذكر على القامس انا علي مبلغ ضخم للبنك انا كنت حاسب حسابي انا كان موظف بهاي شركة اوتو بروداكشن يعني اونا وضعنا كان عندي حسابي انه انا بالتلاتة وستين بطلع تقاعد وخلاص واخد كارد لسنة تلاتة وستين للعمر تلاتة وستين سنوان الفين وتلاتة وعشرين يعني انت بنيت يعني بنيت مستقبلك وامالك على مدخولك في انا اصبحت في الشارع وبالتالي كل هذه الديون تراكمت وغيره في ناس كما تتجوز بعد شهرين في ناس عندما شرية في ناس اخذي كرود هذا الموضوع انا اعتقد انه الحكومة السعودية اللي هي المحطة بالنهاية تابعة لالك نعم لو تدرك وتعلم انه هذا التفصيل الصغير ما كانت على الاقل انسانيا سمحت بهذا الصرف وبهذا الشكل والذي لم يقود انه رح تعطيكم حقوق عطونا ثلاثة شهر انزار وعطونا اربعة شهر انه بمعنى شوفوا دبروا حالكم هون اربعة شهر سلاف مع ثلاثة شهر انزار هذا ما بيكفي في ناس مع عاشر الف دولار الف خمسمية دولار ما بيكفيهم وياخدوا كرود مئة الف دولار من البنك هلأ هيدا الموضوع انا بحب ركز عليه لانه موضوع انساني بكل معنى الكلمي بعيدا عن اي اذا بدك ابعاد سياسية انا اللي زعجني جدا انه سنوات طويلة قضيتها بالعربية هيدا السؤال انا مرات باحلك واصعب واختر الزروف كيف انمحى تاريخ عدنان غملوش يعني بشطبة ألم من العربية اذا بدي اتذكر انا وياك شوي بصور يعني هيك كنا نحنا والشباب اليوم مش كلهم هون كمان يعني انا متذكر انا اشيا بذكرتي انا بسبع ايار يا اخي سبع ايار سبع ايار وحدة يعني سبع ايار كنت خايفين ارجع عالبيت انا بسبع ايار سألوا نانسي السبع زميلتنا بنيو تيفي كانت تبكي تلفينلي اوه اعتجي على نقول راس النبع بدوني اطلوك اوه اعتجي على منطق الفيني بدوني اطلوك رغم هيك في موزعين انا بدي اقولها في موزعين بقناة العربية بالطائف الشعيين انا متطر احكي رفضوا يطلعوا زيوعوا الاخبار خوفا على اهلهم ببيروت بينما انا نزلت على الارض انا نزلت اولي كانوا بدبي انا هجموا عبيت اولي كانوا قاعدين بدبي صحيح بدبي انا كنت ببيروت وصريت على انزل غطي قلت لهم هايدي المؤسسة اللي انا عملتني منيح انا واجب الاعلام بدي اقوم فيه بكل موضوعية ما حدروا معاشي لا حزب الله ولا حركة امال ولا كل انصار ومؤيدية مانا ازار عملت شغلي بكل موضوعية وربما هايدي حماني فيما بعد لكن اللي بدي اقوله انه هايدي الطريقة بالصرف اللي خليني اقول غير لائقة على الاطلاب ما بدي استعمل التعبير تاني كانت حياتا الصدمة كان صدمة خلينا نتذكر شوي نحن وياك المراحل اللي كنت فيها بالعربية اللي كان ممكن لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله انه بلحظة من اللحظات كنت تلاقي مصير عدد كبير أنا كنت بقوس أولادي قبل ما نروح على الحرب من زملائي اللي استجهدوا صحيح وعن بيغطوا الاحديد خصوصا انه الاماكن اللي كنت تروح عليها كانت اماكن كتير طهيئة بدءا من نهر البارد مثلا معارك نهر البارد تعرض بنهر البارد انا هايدي اول يوم هايدي اول انا اول مراسل صحفي وصلت كان بعد دبابت الجيش وراي عم تضرب كان بعدهم على الشارع الرئيسي المخيم كان على الشمال انا بنهر البارد نمت ثلاثة شهر بدي اقولها بعد اعتزالها الكلمة بين الجرادين حد المخيم انا وكتير من الزملاء ثلاثة شهر نايمين هونيك عائلتي ما شوفها بحرب تموز انا اربع غارات اكلتها سألوا الزميل علي نون هايدي اول يوم بحرب تموز ببير العبد ببير العبد هايدي الصبح الساعة اربعة ساعة خمسة تريد ما كان عميط العضاو كانوا ضربين هايدي المنطقة هايدي وحدة هايدي هون بحاسبية اربع غارات علينا طيارة وانثى مرة بعدين عملت مقابلة فيما بعد مع سكاي نيوز وقالت انه ضربت جسر صحي صحي هون كان فيه هايدي مجزر تصريفة هون كنت موجود فيها حرب تموز كتب تكتب عننا انا خطرت بحياتي كتير بزي سبع ايار خطرت صحي فانا اصرف بهذا الطريقة ويمحى تاريخي كله وعشرين سنة انا سنة جاي بسري عشرين سنة والانك من هاك وهيدي اللي انا عتبي كبير وفيروس بتقول على قد المحبة لعتبي كبير على اسادزي كنت بيعتبرون الي اسادزي كبار تصور ما عم بيردوا على التليفون ما عم بيردوا على الواتس اوب ولو نسيتوني مثل مين نخل الحاج انا كتير بيحترمه لاستاذ نخل الحاج الحدث كتير بيحترمه لاستاذ الحدث والعربية وهو من اشهر الصحفيين العربي از بدك ما تزعل ما تزعل كلمة ازا كان القرار سيدي بس اقل لي واسينة يعني ممكن يقلك انا خي معمول هو اخذ القرار عمقول ولا هو دا ممكن الحقه معلق ازا بتشوف يعني في حالي من الرعب يعني مش بس عند الاعلميين يعني حتى عند اللبنانيين اللي موجودين ببعض دول الخليج بقلك اي ما بعرف انا باي لحزة يعني انا عم بدفع اتمان لا انت شوف حكو كانك عم تقول انه ادارة القناة او السعودية تحديدا هي عم تصرف على خلفية طائفية ابدا انا لا 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 ما قلنا طائفية نحن ما حددنا كامي هيك حسد لا لا مش طائفية نحن اليوم بصراع عم بيدفع تمن والشعب اللبناني صحيح نحن اليوم بصراع اه واضح صحيح عم بيدفع تمن والشعب اللبناني صحيح العامل بالخليج عم بيدفع تمن مواقف سياسية الموظفين بمؤسسات اعلمية تابع على الخليج عم بيدفعوا اتمان مواقف كمان لبنانية بس الى الان استستوني المملكة العربية السعودية انا مش عم بيض واجه لا عم جامل انا بيحكي الحقيقة كما هي الى الان ما طردت ولا حدا والمملكة العربية السعودية حتى اللحظة بعدها محافظة بعدها ما ننسى دورها يحكي هيك وهيك اختلف معها بالسياسة قد ما بدك انا بلدية يعني من جباع من الجنوب بلدية الجباع فيه بانو مختوب التمويل الهبة سعودية لا جماعة عمروا الضاحية عمروا جنوب حدا ما فينا ننكر هاد موضوع برجع بقلك بالسياسة قد تختلف انتو خيك هادا ما بدي انا بدي اقول لنخلي ما رد عليك على التليفون بس بدي اقول له بدي اقول له انه ليه عملتوا فياك يا نخلي نسيتوا الايام اللي قضيناها مع بعض بس بدي وضح شغلي بالنسبة موقع اي ام ليبانون بتصور اللي قال انه عدنا نغملوش كشف العاملين انا ما كشفتن ولا كان في عاملين ينتمون حزب الله لا يشكل خرق ابدا ابدا نحنا كنا عم نشكل خرق لحزب الله لمعلوماتك العربية كانت خرق حزب الله تعرف كيف من خلال وجودنا نحنا على الارض بالجنوب بالبقع ببيئة حزب الله نحنا كنا نغطي العربية هونيك باسلوبنا وبدبلوماسيتنا وبطريقتنا بموضوعيتنا كانوا يقعدوا يرقبونا صراحة يرقبونا نحنا وعالهوى بيحتم وزوب سبع ايار ببعض المحلات وبنهر البارد وكان بكل المحلات كانوا يرقبونا كانوا يرقبونا حقيقة انه لا يشوفوا يخيشوا اللغة اللي عم تطلع من خلال العربية كنا عطول حريصين على انه نكون موضوعيين وهيك علمونا بالمحطة بس للأسف هون المشكلة الكبيرة وهذا واحد من الاسباب الاساسية كان هناك فوضى ادارية في مكتب بيروت كان هناك فوضى كل المدراء الذين تعاقبوا عن مكتب بيروت فشلها انا بدي اقولها بكل صراحة كلهم فشلوا ومش سعوديين لبنانيين كلهم دون استثناء كل واحد عنده قال لي هو لي راقموا المشاكل في مكتب بيروت اصبحت لادارة المحطة عم تحس ان المكتب بيروت كبر ما عم بيكون فيه الانتاجية المطلوبة ما عم بيقدر يواكب المرحلة وانا هون لعبت دور كتير كبير وخلي بتحدى حدا يقول لي لا من هون المدراء انا لعبت دور انا اخدت وفد من حزب الله ابدأ يكشف سر في احدى السنوات على العربية على دوباي وجماعتهم مع عبد الرحمن الراشد مع ادارة المحطة ونخلة ونبيل خطيب المدير التنفيذ للاخبار جماعتهم حاولت تصلحهم مع بعض اصلحهم مع بعض بالنهاية قد ما اختلفت ايران والسعودية الكل سيجلس على الطاولة لا محال التسويات الكبرى قادمة بتروح عمين علي وعليك انا حاولت فعلا نلاقي منطقة وسط بين الطرفين فشلت لانه اكبر مني القصة واكبر من نخلة واكبر من نبيل ويمكن اكبر من عبد الرحمن الراشد قصة كبيرة كتير من يتحمل مسؤولية غصة بقلبك غصة اكبر طبعا غصة بقلبك قدام عبعينة طبعا انا غصة كبيرة بقلبي انا قضيت سنوات مرح انزل انا لهلا ما مصدي انا لهلا ما مصدي مصدي ابدا انا اطلاط بهيدا الشكل لك شكرا ما قالولي لك ما خلوني يفوت جيب اتيابي من المكتب جايبين سيكوريتي منعنا نفوت غيروا في المكتب لا انا بدي يفوت جيب صور زوجتي عن كمبيوتر تاعمى خلوني يا عاي بشوهم عليهم ولبنانيين ورا هالقصة اللي بصل خبر انه انا زعت عنوان السفير هو لبناني مقيم في دبي في غرفة الاخبار من هو وصل حقيقة ما عارف مين بس انا شاكك بثلاث اشخاص هن الوصلوا تفصيل مزبوط على فكرة الخبر صح انا زعت عنوان السفير خلال فقرة الصحافة عنا فقرة على الحدث من زعت مستعرض كل عنوان الصحف انا من غبي انا اعلامي عاديم بعرف انه هادا العنوان يمكن ممنوع على الهواء لكن لحسيته انه لازم ينرد على هادا العنوان على السفير انا قلته بطريقة استنكارية ودام عشر ثواني بالزبط انا استنكرت هادا الخبر قلته بطريقة استهجنته واستنكرته تاني يوم السفير السعودي طلع بيان ودعا وسائل الاعلام لا بل اكتر من هاك يمكن كان بده يعمل موقتة من الصحافة هالموضوع معنى انتا ما انا ما اكشفت سر والسفير ما انا جريدي بخبه اقول نحنا المشكلة بحق بعضها بس بناس استغلوا هادا الموضوع نحنا بحق بعضها مش منها تعال طلع اكبر ازيه للبناني للأسف برا تعال طلع وراها بتشوف واحد لبناني تاني صحيح يعني هاي دي انا ما عم بقدر افهمها يعني لان ما نشوف الجاليات الاخرى كيف تبقى متضامنة مع بعضها تعال طلع نحنا للأسف بهذا الموضوع بدي يكونوا ملاكيين اكتر من الملاك للأسف ما بيصير هاك ابدا عبدان هاتش بلك تعمل انا هلا بعدني مرحلة الصدمة والله بعد نفقت من الصدمة بعدني ما عميستوع بسر يومان ثلاثة معارك ضايع انا عفكرة زعلان عز ملاقي اكتر ما زعلان عن حالك انت اسم كبير وكلكن اسماء كبيرة ان شاء الله اكيد في مؤسسات علمية رح رح تتهافت على على لضمكن لصفوفة وان شاء الله ترجع كمان الامور بينكن وبين العربية تزبط زال انه بعرف انتو شو كنتو بس خليني مرق هالشغلة مرق مرق بس حكاية حسن هادي كمان اللي لبسوها لبا مكتب بيروت يمكن لقلي انا انه في لوبا يشيع طبيعي يطلع هاك فيلم هايدا انتش في دبي ورقبه نائب مدير الاخبار رقبه سعودي هو رقبه شافه طلع على الهواء قالوا طلعوا ويجي تردد الفعل عليا السفير ما عملت شيء ثواني مرقت ولا كان فيه اي ردد فعل عليا سوى بالمحطة اللبنانيين بيحبوا نحنا شفنا شو صار ودود فعل داخل السعودية طب مين انتجوا بدوباي مين راقبوا بدوباي نحنا شو خاصنا وانطفت للصومات وانكتبت على هذا الموقع بالعكس ما فيه خرق لحزب الله انا برجع بأكد على الاطلاق هادي بدي اكد عليا هادي لا بل نحنا برجع بعيدا نحنا كنا بشكلين خرق ازا بدك من خلال تسهيلنا عمل العربية بمناطق حزب الله على كلنا انا بدي اقلك الشغلي هي الاهم كتر خير الله انت اليوم بعدك بيكامل قوتك مصابك اي مكروف خلال عملك بعدك قدام عائلتك انت كل عمرك اللي بتصنع الحدث متل ما كنت تصنعه بالعربية بقدر تصنعه باي مكان اخر بعرف هي ازمة اللي عمرأت فيه انت اليوم غيرنا اكلنا صدمات من هيدا النوع كتيري بس بالبعدين اللي ايمانه كبير ربنا ما بيترك حدا صحيح وبكرة رح تشوف هيك فجأة اللي بحط عينه بعين الله طبعا ما بيخسر احد الزملاء عم بيقلي كل الميادين بتفتحلك حبيب قلبي خليني انا بخليكي اسستوني انت ركب حلق الماني منارة باعلامية ونحنا بنفتخل لكم معك انا بتشكرك انه فتحت لنا قلبك الليلي من برنا حاولت ادنى فيه صراحة حاولت ادنى فيه بارب جرحك كبير طبعا واضح